يا ليل طوّل ساعتك يا ليل ابن الاهاتم لو ولعت الولياء تتولى بالعظم أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار جاء في جانب من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام التي كتبها لولده الحسن المشتبى عليه السلام بعد انصرافه من صفين هذه الوصية موجودة في نهج البلاغة في قسم الرسائل والكتب نهج البلاغة ثلاثة أقسام خطب وكلمات هذا واحد اثنين رسائل وكتب هذا اثنين ثلاثة قسم الحكم في القسم الوسطاني اللي هو قسم الرسائل والكتب هناك وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن كتب هذه الوصية بعد منصرفه من صفين في أثناء الطريق ويبدو أن مجريات أحداث واقعة صفين أثرت في أمير المؤمنين علي عليه السلام من الناحية النفسية لأن أولاً معركة أخذت أسابيع ثاني شيء لم تحسم الأمر حصل انقلاب من قبل الخوارج ثم بعد ذلك فقد علي عليه السلام عدداً كبيراً من خلص أنصاره وأصحابه مثل عمار بن ياسر وكثير منهم كانوا حتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ممن ثبت مع علي عليه السلام وبالتالي هذه الخسارة الكبيرة وتعبيرنا إحنا الإنسان في معركة صفين شاف الموت بعينه ولذا كأن هذه ألهمت علي أن يكتب خلاصة تجارب في الحياة ويقدمها لابنه الحسن ولذا هي ثرية جداً هذه الوصية ثرية جداً بالمعلومات ثرية جداً بالنصائح بالوصايا جميل أن الإنسان يطالعها في قسم من هذه الوصية وهي طويلة في قسم يقول يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها شيء لتكره لنفسك اكره للغير لتحب لنفسك حب للغير هذه القاعدة الأخلاقية تعرف في هذا الزمان بعنوان القاعدة الذهبية هذا العنوان لم يؤخذ في الإطار الإسلامي الآن عالمياً هذه القاعدة عالمياً تعرف بعنوان القاعدة الذهبية هذه القاعدة وجدت في الفلسفة الأخلاقية عند فلاسفة الأخلاق عندما بحثوا أسس الأخلاق في العلاقات البشرية واحدة من أهم الأسس الأخلاقية التي قرروها لكي تكون علاقة الناس مع بعضهم البعض في الإطار السليم هي هذه القاعدة أن تضع الآخر في محلك ثم تبني على أساس هذا موقفك منه أو طريقة تعاملك معه أو ردة فعلك أو تصرفك معه أو مضمون كلامك الذي توجهه إليه اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك وبالتالي فأحبب لما تحط هذا الأمر فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها هذه القاعدة التي قررها أيضاً فلاسفة الأخلاق تعود بالتاريخ إلى الحضارات القديمة يعني وجدوا من بين هذه الكتابات المسمارية التي تم العثور عليها أن هذه القاعدة موجودة كانت في حضارة بلاد ما بين النهرين قبل آلاف السنين ووجدوها أيضاً عند الصينيين ووجدوها أيضاً لما نقول الصينيين يعني أتكلم على حضارة الصين وجدوها أيضاً في الفكر الكنفوشيوسي وجدوها في البوذية وجدوها في النصرانية وجدوها في اليهودية وأيضاً الإسلام نجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام علي عليه السلام في كلام بعض الأم عليه السلام هذه القاعدة موجودة وبالتالي هذه القاعدة من حيث المضمون هي قاعدة أخلاقية إنسانية عامة ما تخص دين ولا تخص مذهب ولكن أسلوب التعبير عنها الكلمات الأمثلة هي التي قد تختلف من دين إلى دين من زمان إلى زمان من حضارة إلى أخرى وتسميتها بالقاعدة الذهبية يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي يعني سنة 1600 وشيء في مجموعة من القساوس والرهبان المسيحيين كان عندهم لقاء كذا فتناقشوا في هذا الأمر عن قضايا الأخلاقية وكذا وذكروا في كلامهم ذكروا هذه القاعدة في البين لما ذكروها قالوا هذه أهم قاعدة أخلاقية فلنسمها القاعدة الذهبية في الأخلاق فالقاعدة الذهبية خذت هذا الاسم في القرن السابع عشر الميلادي قبل ذلك لم تعرف بهذا العنوان ولكن كانت معروفة كمضمون كما قلت والإسلام أقر القاعدة وقنن لها وقدم لها أمثلة في القرآن الكريم هناك أمثلة وهناك أمثلة أيضا عندنا في الأحاديث وفي الروايات في سنة 1993 يعني قبل 28 سنة صار مؤتمر برلمان أديان العالم برلمان سووا مثل أكو برلمان لكل دولة وأكو البرلمان الأوروبي وأكو البرلمان العربي أتباع الديانات قالوا وإحنا خمسة هو برلمان فصار فيه برلمان لقاء برلمان أديان العالم وأخرجوا يعني في النهاية بيان عندهم تحت عنوان نحو أخلاق عالمية يعني تعالوا خلنشوف المشتركات الموجودة بين الناس على اختلاف أديانهم ما يخص هذا الديانات السماوية عمور الديانة الناس يدينون فيها تعالوا نشوف ما هي الأسس الأخلاقية المشتركة بين كل هذه الديانات ونضعها في بيان واحد في مكان واحد ونقول للبشرية يا ناس أيا كان دينك ترى هذه الأخلاق متفق عليها مثل العدل مثل على سبيل المثال الصدق الوفاء الأمانة إلى آخر واحدة من هذه العناوين التي أقرت في هذا البرلمان القاعدة الذهبية كأساس من أسس التعامل بين الناس بغض النظر عن أن الطرف الآخر شنو دينه شنو قوميته شنو لسانه شنو لون بشرته شنو مذهبه ما لا علاقة ضع نفسك مكانه وضع هو هو مكانك كيف تحب أن يكون تصرف تجاهك أن تتصرف تجاهها بنفس الطريقة هذه خلاصة الفكرة من مميزات هذه القاعدة أنها لا توجه نحو فعل معين أو ترك لأمر معين يعني هي ما تقول لك كن صادقا مع الآخرين إياك أن تكذب عندما تتحدث إلى آخرين كن أمينا في التعامل مع الآخرين كن حسن الأخلاق في ردود فعلك كن عفوا مثلا كن عادلا كن كذا ما تقول لك هذا الكلام هي تعطيك خلاصة فكرة شري وجدانية بسيطة كل من يفهمها تعطيك القاعدة وتقول لك طبق ستصل إلى النتيجة سواء الموقف موقف صدق شهادة في محكمة في معاملة تجارية طالب أنت مع الأستاذ أستاذ مع التلميذ طبيب مع المراجع أيا كان فقط ضع هذا العنوان وحط اللي أمامك مكانك أنت شلون تحب أن يتعامل معك أنت تعامل معاه على هذا الأساس ماذا تحب أن تسمع منه سمع هذا الكلام حين ذاك ستتصرف بالشكل الأخلاقي السليم هذه القاعدة طبعا لا تصح إلا إذا كان الإنسان سويا يعني شنو يعني في ناس يحبون أن ينهانون في ناس عندهم مرض نفسي يحب أن يحتقار وينهان يشعر بالراحة النفسية مثلا يحب يسوي روحه مثلا في موقع المظلوم وينطق وكذا يرتاح نفسيا وفي مرض يسمونه المازوخية أو المازوشية أنه يحب يتعذب ينطق ينجلد كذا يرتاح نفسيا نحن لا نتكلم على هالنموذج من البشر نحن نفرض سلفا بأن هذه القاعدة صحيحة في حالة الإنسان السوي الذي لا يحب لنفسه إلا الخير ولا يريد الشر لنفسه الآن كيف تحدثت النصوص الإسلامية عن هذه القاعدة نقدر نقسم النصوص إلى قسمين القسم الأول النصوص التي ذكرت القاعدة بتفصيلها بينت ما هي القاعدة وهذه مو موجودة في القرآن الكريم ما عندنا ولا آية تقول أنصف الناس ما عندنا شيء جديد عندنا أحاديث النوع الثاني من النصوص الإسلامية التي تحدثت عن هذه القاعدة هي تلك التي قدمت أمثلة ومن خلال الأمثلة نستنتج القاعدة هذه موجودة في القرآن الكريم وموجودة في الأحاديث تعالوا معي إلى النوع الثاني اللي هو الأمثلة بسم الله الرحمن الرحيم وهذه سورة والآيات من السور المكية التي نزلت في بدايات بعثة النبي صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اكتالوا على الناس يعني شنو؟ يعني أنا الشراي أنا المشتري إذا ذهبت إلى البقالة إلى الراعي الخضار غيره لما أطلب منه أتأكد طالع الميزان فعلا كيلو أو لا؟ ميزانه صحيح أو لا متلاعب فيه فأنا أريد كامل حقي من البائع إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذ حقه كامل يدفع دينار يأخذ قدد دينار كامل وإذا كالوهم الكيل الكيلة يعني لما تروح حق راعي البنك ما تشتري بالكيلو ما تشتري بالوزن تشتري بالكيلة قبل كان عندهم مستكانة صغيرون ويلفها كلها تيب داخل وبره عشان ليطلع لك كم حبة آخرتها هذي كيلة يسمونها هذا كالة يكيلو وعندنا شنو؟ وزنة الوزن شلون؟ إما كيلو جرام وإما باوند أو أي أن كان رطل المهم فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون شنو يعني إذا كالوهم يعني إذا صار وهو البيع هذا صاحبنا اللي توه كان يشتري يأخذ حقه كامل لكن إذا صار هو البيع شي يسوي يلعب بالميزان ويعطي أقل مما قدمه المشتري أو يلعب في الكيلة ويعطي أقل مما هو مقرر فالله سبحانه وتعالى يقول هذا تطفيف في عالم التجارة طيب شنو علاقة هذا بالقاعدة الذهبية؟ الله سبحانه وتعالى يضمن هذه الصورة رسالة تقول ضع نفسك مكان المشتري يوم كنت أنت مشتري كنت تطالع الميزان وتبي حقك كامل فعندما تصبح بياعا ضع نفسك مكان المشتري هل تريد للبائع أن يغشك؟ وأن يعطيك أقل؟ هكذا كن فإذا أعطيهي كاملا من هذه الآيات نستنتج القاعدة الذهبية كن منصفا ضع نفسك مكان أخيك بعد عندنا آيات تخص النبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا هي من السور القديمة من السور الأولى اللي انزلت في بدايات العهد المكي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى بعدين شي يقول له ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى يعني يا رسول الله يوم من الأيام أنت كنت طفل صغير ويوم كنت طفل صغير كنت يتيم شنو كنت تحب تصرفات الناس تجاهك؟ شنو كانت مشاعرك؟ ما هي آلامك النفسية التي كنت تعيشها وأنت فاقد لأبيك ثم أصبحت فاقدا لوالدتك ثم فقد جدك عبد المطلب الذي كان بمثابة والدك شنو كانت مشاعرك يا رسول الله؟ تذكر ألم يجدك يتيما؟ والله سبحانه وتعالى تفضل عليك كذا ما تركك أنت لإنسان يضرك تركك لمن؟ تركك لوالدتك تركك لأبي لعبد المطلب تركك لأبي طالب بعد ذلك فكان في رعاية إلهية من خلال هؤلاء الناس الطيبين اللي كان يحبونك إلى درجة أن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين زوجة أبو طالب كانت كان النبي يسميها أمي هي بمثابة الأم لدر لأنها كانت ترعى أكثر مما ترعى سائر أولاده وأبو طالب كان بمثابة الأب لأنه كان يرعى محمد صلح والأكثر من أي واحدة ووجدك ضالا فهدى الآن بغض النظر عن أي معنى كان ضالا يوم من الأيام ضيع طريجه وما دل إنه يرجع إلى الحي مثلا كذا في السفر غيره أي أن كان المهم أنت يا رسول الله مريت بتجربة كنت تحتاج إنه ادل طريجك فأنا وفرت من يدلك طريج بعد ووجدك عائلا كانت كنت أنت في حالة مادية سيئة ما عندك مال ما عندك شيء فأغنى بعدين دشيت عالم التجارة زوجت سيدة خديجة وصار عندكم يعني حالة مادية كانت ثرية سيدة خديجة وعندكم حركة تجارية وكذا فإذن النبي تعدى الوضع المادي فإذن النبي مر في تجربة يتم ضلال أي أن كان معنى الضلال يعني ضايع كذا وبعد شنو تجربة عيلولة فقر يعني شي يقول له بعدين فأما اليتيمة فأنا يعني أنت مريت بهذه التجربة الآن لما تشوف يتيم ضع نفسك مكانه وتذكر تجربة يتمك شلون تحب تتعامل يا رسول الله شلون كنت تحب يعاملونك يا رسول الله الآن عامل اليتيم هكذا وقل لمن حولك يعامل اليتيم هكذا وأما السائلة اللي محتاج فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك شنو في الهداية في المعلومات في الدين في كذا اللي الله أنعم به عليك حدث هذا قول للناس الله علمني بصرني كذا فبالنتيجة الله سبحانه وتعالى يقول للنبي ضع نفسك مكان هذا لأنك أنت مريت بهذه التجربة تذكر فإذن هذه الآيات أيضاً بصورة غير مباشرة تدل على ماذا؟ تدل على القاعدة الذهبية ضع نفسك مكان أخيك ثم قرر ماذا تفعل وانتبهوا أن سورة المطففين من أوائل السور وفي مكة وبعد أتكلم حق المجتمع المكي القرشي المشرك وسورة الضحى أيضاً اليتام اللي موجودين الفقراء اللي موجودين في المجتمع المكي المشرك كذا فإذن قاعدة الإنصاف القاعدة الذهبية مخاصاً في علاقاتنا كمؤمنين مع بعضنا البعض أو أنا شيعي وذاك شيعي تعمل القاعدة من تخرج من الدائرة المذهبية أو الدائرة الدينية أو الدائرة القومية أو الدائرة الوطنية أو أي دائرة كانت حزبية غيرها تتعامل من دون إنصاف بمجرد ما تتعامل مع ابن مذهبك تتعامل بإنصاف لا لا أبداً هذه التوصيات الأخلاقية كانت للمجتمع القرشي اللي كانوا مشركين الله كان يقول ويلون للمطففين يعني المشرك إذا مارس هذا مع المشرك مسلم مع مشرك مشرك مع مسلم ما تفرق فأما اليتيمة فلا تقهر مسلم كان وللمو مسلم ما تفرق في الأخلاق ما في تقسيم ما في تجزئة أنت صادق على طول الخط صادق أنت عادل على طول الخط عادل أنت أمين أنت أمين مع المسلم وغير المسلم ولذا النبي مع منه كان الصادق الأمين كان مع قريش المشركين كان الصادق الأمين لدرجة أنه لما نهاجر كانت عنده أمانات المشركين يعني كان يعادون ويحاربون بس لم يجدوا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله حفظا للأمانة فكان يحطون أماناتهم عنده ولما نهاجر تركها عند علي بن أبي طالب وقال لا توقفوا في بسط الناس وتقول لهم اللي عنده أمانة لمحمد خليه يأخذها من عندي إذن أعزائي كما تحب من صديقك أن يكون مخلصا لك في صداقته وأن يعينك في وقت الحاجة ضع نفسك مكانه فإذا كان هو محتاج ساعده إذا أنت صادقته أخلص في علاقة الصداقة معه كما تحب من جارك أن يراعي الجيره ضع نفسك مكانه وبالتالي راعي جيرتك له كما تريد من الآخرين أن يعاملوك باحترام وأنت تقود السيارة في الشارع أو لما تروح إلى معاملة معينة أو لما توقف في طابور ما حد يتخطر الطابور أنت أيضا لا تتخطر الطابور وأن تعامل الناس واحترمهم في القيادة في السيارة وأنت أيضا عامل الناس باحترام لما أنت تخرج إلى العمل أو كذا وتتعامل معهم كذلك كما تحب أنه لما عندك معاملة تروح إلى الموظف أنه ينجز لك إياها بسرعة وكنت أنت مسؤول أيضا عليك أن تضع هذا المراجع مكانك وبالتالي وضع نفسك مكانه وبالتالي كيف تحب أن يتصرف معك أن تتصرف معاه على هذا الأساس وكما تحب من عدوك وخصمك أن ينصفك عندما تكون أنت صاحب الحق وأن لا يشهد الزور ضدك لأنك عدوة أنت أيضا لو عاديت أحد خاصمت أحد ونادوك للشهادة اشهد بالحق حتى لو كانت الشهادة تصب لمصلحة عدوك في هذه الأمور ماكو شيء اسمع عدوي وصديقي وأخوي ووالدي وكذا الله في القرآن يقول حتى لأبوك لمن تشهد تشهد بالحق حتى للضرر يعود لأبيك في قضايا الأخلاقية لا توجد تجزئة وضع نفسك مكانه ولذا في كتاب جامع الأحاديث للسيوطي عن الحسن قال لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية طبعا أنا أنقل النص يعني هكذا كما في الكتاب نحن نقول عليه السلام هو كاتب رضي الله عنه لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية الحرورية يعني الخوارج قسم منهم يسمونهم الحرورية قالوا اللي مع الإمام علي من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفارهم هذين لشونه كفار قال من الكفر فر لا من كفار بالعكس من حشي من الكفر قيل فمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا جباهم سوداء طول الليل صلون صايمين يقرون القرآن حفاظ القرآن قيل فما هم حيرتنا يا أمير المؤمنين لا هم كفار لا هم منافقين وتحاربهم وتقاتلهم فما هم واقتلون ما قاتلهم إلا بعد ما قتلون نحن مسلمين قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا شوف إنصاف علي بن أبي طالب عدو عدو وهذا العدو ظالم ويقتل ويفعل الأفاعيل والإمام علي يحاول معاهم ويحاول ويكفرون الإمام علي ويسبونه في مسجد الكوفة يغلطون على الإمام جدام الناس وهو يخطب الإمام علي عليه السلام كان يقدر يقول فرصتي الحين لما نسألوني هذيلة شنو شنو حكمهم على طول شي يقول كفاء نواصب لعنهم الله كذا اقتلوهم أبد ما قال العجي عطاهم الحكم الإسلامي الدقيق قال لهم كفار ولهم منافقين هذه الناس ضائعين هذه الناس ضائعين طريجهم فبالتالي الإمام علي عليه السلام في مثل هذا الموقف يقدم لنا درس أن أنت لما انتبي تعطي حكم في أمر معين لا تأخذك الأهواء لا تنظر أنت تعطي الحكم لمن وبحق من وإنما أعطي الرأي والحكم السليم ولذا أمير المؤمنين عليه عليه السلام كان أبعد ما يكون من الظلم ويكمل في وسيط للحسن عليه السلام يقول له بعد ذلك بعد ما قال له القاعدة الذهبية ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم حط نفسك مكانه تحب تنظلم ما تحب إذن أنت لا تظلم الإنسان قد ينزعج من الظلم لمن يكون ضعيف لكن بمجرد ما يقوى قد يظلم ولما تقول له ليش ظلمت يعطيك ألف تبرير وتبرير لا كن منصف مدام تصرفك كان ظلم اعترف واعتذر وصلح هذا الموقف وتذكر أن دوام الحال من المحال إذا اليوم انت قوي رح تيه الأيام إذا كان القوة هو منصب رح تفقد هالمنصب لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك إذا قوتك عندك أتباع يوم من الأيام بيزعلون عنك أو فلوسك تخلص بيوخرون عنك إذا كانت قوتك بشبابك وصحتك باشر بتصير شايف وبطيح بالفراش ولا بيصيبك مرض وبتضعف وحين ذاك تفقد عنصر القوة ولذا ولذا تذكر إذا كان موقفك فيه ظل صلح الموقف ولا تبرر ولا تقول أنا صاحب قوة كيف أن أحد يحاسبني أو يحاكمني عن النبي صلى الله عليه وآله إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته فيجيء الرجل فيقول يا ربي ظلمني هذا فيأخذ من حسناته فيجعل في حسنات الذي سأله فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنا يعني هذا الظالم اللي ظلم في موقف ظلم إنسان يأخذون من حسنات يأخذون لمن يصير ميزان شنو فاضي من الحسنات فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل مع الظالم فلا يزال يستوفى منه حتى يدخل النار مسألة خطيرة إذن ضع نفسك مكان المظلوم وتذكر فداحة الظلم ثم يضيف علي عليه السلام يقول وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك إحنا وايد نطالع الناس ونقيمهم عيب فشلة هذا شون نسوى كذي هذا ليش لف عكس السير يمشي هذا ليش تصرف بهذه الطريقة ليش طاق الرصيف كذا ليش سوى كذا لكن لو إحنا صرنا شوية ظرف كذا ضاغط نسوي نفس التصرفات إذا هو قبيح إذا تستقبح من الغير استقبح من نفسك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقول ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقول ما لا تحب أن يقال لك هنا في ختام هذه الكلمة التي ترتبط به القاعدة الذهبية أحب أن أخصص كلامي فيما له علاقة بعلاقة بالعلاقة الاجتماعية ما بين أم الزوج والكن في عندنا احنا مشكلة اجتماعية تحصل وتتكرر بشكل كبير لربما تستمر إلى الآخر لربما تصل إلى نقطة حرجة وحساسة جدا يكون فيها الزوج ابن هذه الأم ابن هذه المرأة وزوج هذه الفتاة يكون في حالة حيرة يراضي والدته ويكون هو بار فيها أم أن يعق والدته مثلا أو ياخذ موقف مع زوجته ضد والدته أم يطلق زوجته مش يسوي ويكون في حيرة بحيث أنه أحيانا ترتب مشاكل كثيرة بين الأسرتين أيضا أسرة الزوجة هذه البنت وأسرة الولد نفسه ولذا أول شيء أول شيء الإنسان هذا الزوج هذا الشاب اللي يعيش مثل هذه الحيرة عليه أن ينبه الطرفين الأم والبنت زوجته يعني ضع نفسك مكان الآخر أي تصرف صدر من هذه الجهة أو هذه الجهة ضع نفسك مكان الآخر هل تحب أن يكون تصرف الآخر تجاهك بهذه الصورة عكسوا مكانكم خلي الجنة تصير زوجة والزوجة تصير هي الجنة هي الأم يعني الحين لخبطت خلي الأم تصير الجنة والجنة تصير الأم وخلي تتذكر هي تجربتها مع أم زوجها كانت تحب هذه التصرفات أم لا الآن عندنا مجموعة من التوصيات للأطراف الثلاثة في هذه الإشكالية قبل ما أقول هذه المجموعات بس ليش تتصرف أم الزوج ليش تتصرف بهذه الطريقة احتمال الأول غيرة من هذه الزوجة في بعض الأمهات يغارون من الشنات اثنين أحيانا يكون نتيجة جهل لا تعرف كيف تتصرف تتصور أن تصرف هذا هو الطريقة الصحيحة للتعامل معها ثلاثة قد يكون نتيجة انعكاسات نفسية لتجارب سابقة يعني أم زوجها كانت تصرف معها بهالصورة هي الآن ترد تسوي مع شنة نفس الشيء أربعة قد يكون الشنة هي جاهلة في أسلوب التعامل مع أم الزوج خمسة قد يكون للجفاء الذي يتلبس طبيعة علاقة الولد بعد الزواج مع والدته يبدأ ما يروح حق والدته يقلل مثلا خدمات لها يقلل احترام لها ما يسأل عنها صارت الفترات متباعدة فيصير في خاطر الأم شيء فتبدأ تعكس هذا على الجنة أو لربما أن هذا الزوج يشوف أكو بوادر مشاكل فيسكت وما يتدخل فتتطور الأمور أو لربما يتهرب من تحمل مسؤولية الإصلاح بين أم وزوجته فتتعقد الأمور الآن تعالوا للمجموعات الثلاثة واحد مجموعة الأولى رسالة إلى أم الزوج أولا ضعي نفسك مكان الزوجة هذا قلناه اثنين ضعي حدودا للغيرة أو الحسد أو إثارة المشاكل ثلاثة تذكري أن سعادة ولدك من سعادتك أنت وبالتالي كل ما تكون الحياة الزوجية لولدك أفضل ومرتاحة كل ما تكون أنت أيضا مرتاحة أربعة تجاوزي وساوس الشيطان شيطان هو يوسوس لتخريب العلاقات فكلما الأم ضخت مشاكل ما بين الزوج وما بين زوجته في احتمال هنين في البين وساوس شيطان خمسة اسعي أن تكون أما لها انسي أنت أم الزوج تحولي إلى الأم التي تحن على ابنتها الآن رسائل إلى الزوجة الزوجة الشابة واحد عليك بالصبر والصفح والتغاضي واحتساب الأجر من الله سبحان وتعالى الله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله استعيني بالله واصبري إذا كانت أم الزوج هي سبب الظلم هي اللي تأذي هي اللي لسانها طويل هي التي تهين هي التي تشتكي هي اللي تخرب إذا كان فعلا الأمر هكذا عليك بالصبر واحتساب الأجر من الله سبحان وتعالى والسعي لإصلاح الأمور بهذه الطريقة اثنين تذكري قول الله تعالى ولا تستوي الحسن ولا السيئ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه قاعدة إلهية وما يلقاها إلا الذين صبر ممكن كل واحد يقدر على هذا يحتاج صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أنت يلشن إذا شفتي إن الشيطان داش بينكم قاعد يخرب فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثلاثة اجعلي من اللجوء إلى الله الذي بيده مفاتيح القلوب اجعليه وسيلتك لحل هذه المشكلة دعاء تسويين أعمال تصلي مثلا وتهدين ركعتين لهذه المرأة تطلبين مثلا على سبيل المثال لما تروحين عمره حاج زيارة تطلبين إن الله يحنن قلبها عليك إن الله يصلح الأمور رابعا تذكري أن سعادة زوجك أحد أركان الحياة السعيدة وسعادة الزوج من سعادة والدته هذا زوجك إذا دائما ضايق خلقه لأن بينك وبين والدته مشاكل من يشوف إن المشاكل بدت تزول هو رح يقبل عليك أكثر ورح يكون فرحان أكثر ويكون لمن يدخل البيت مرتاح أكثر رسائل إلى الزوج لعلك أيها الزوج بحاجة إلى العناصر الأربعة اللي الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن مسؤولية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أنت تحتاج إلى الجانب المعرفي وتحتاج إلى الجانب الأخلاقي وتحتاج إلى جانب الأحكام الشرعية وإلى جانب الحكمة هالأربع أشياء اللي الله ذكرهم إنها مسؤولية الرسول أربعتهم تحتاج تنمي نفسك فيهم حتى تقدر تتصرف بشكل لا تتحول إلى عاق ومن جهة أخرى أنت ما تخرب بيت الزوجية معادلة صعبة ما هي سهلة شلون ترضي الوالدة اللي هي زعلانة من زوجتك وشلون أنت تنمي علاقتك مع زوجتك ويكون مودة ورحمة وسكن بينكم من دون ما والدتك تغضب عليك أو من دون ما تدعو عليك أو عليها من دون ما تسعى وتحثك على أنك تطلق هذه وانا زوجك أحسن منها إلى آخر الكلمات اللي قد تصدر في مثل هذه الأجواء واحد عليك أن تعرف طبيعة العلاقة التي تربطك بوالدتك عقوق ممنوع العلاقة اللي تربطك بين أنت تربطك مع والدتك دائما لازم تكون البر لازم تكون بالمعروف غير هذا ممنوع وبالتالي مهما كانت حجم المشاكل عليك أن تنتبه في ردود أفعالك في تصرفك ما تصل أو يصدر عنك شيء من العقوق تجاه الوالدة ولكن ولكن لو أن الوالدة ضغطت 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 إلا تطلقها إلا تطلقها هل يجب طاعة الأم في ذلك لا يجب وهذا ليس من العقوق هذه مسألة شرعية وهذا ليس من العقوق طيب خاطر الأم تحاول ترضيها ولكن لا تجب طاعة الأم في قضية طلاق الزوجة مدام الزوجة ما سوت شيء غلط أو عندها بعض الأخطاء اللي ممكن تتصلح الأمر ما يستدعي الطلاق اثنين توصل رسالة واضحة إلى زوجتك أن هذه والدتي وأنا مستحيل أني أعقها كثر ما أن نتسوي مشاكل ولا كذا علينا نصبر نتحمل ونتجاوز هذه القضية ونحاول نراضي هذه المرأة الكبيرة ونحسن إليها لعل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك يوم من الأيام ما تدري شيء يصير فبالتالي لازم يوصل رسالة واضحة إلى الزوجة بأن لن أقطع علاقتي بوالدتي ولن أتحول إلى موقف العقوق ثلاثة أعمل عقلك أعمل أعمل عقلك في كيفية التصرف لازم يكون عندك حكمة في كيفية فك الاشتباك مثل ما يصير أكو اشتباك ما بين إسرائيليين والفلسطينيين اشتباك بين هذه الجهة وذي تش الجهة يقولون فك الاشتباك كذلك في الخلافات الاجتماعية نحتاج إلى فك الاشتباك يعني شنو يعني أول شي نوقف الحرب الكلامية بين الطرفين والاتهامات وكذا ثم بعد ذلك نضع قوانين وقواعد لتعامل كل طرف مع الطرف الآخر أربعة عليك أن تعرف أن طبيعة العلاقة بينك وبين زوجتك هي التعامل بالمعروف والحب والمودة والرحمة والسكن ولا يجوز لك أن تظلم زوجتك بطلاقها أو بضربها وما شابه ذلك ما دام أنها لم تفعل ما تستحق هذا أو ما صدر عنها لا يرتقي إلى مستوى أنك تطلقها إذا أردنا أن نكون من شيعة الحسين عليه السلام فإن الحسين قد خرج فيما خرج إليه لمواجهة الظلم نحن نحن ظالمين من الناحية الاجتماعية فلنكن منصفين الإمام الحسين عليه السلام لما رأى أن يزيد ابن معاوية قد أوغل في ممارسة الظلم وإحياء البدع وإماتة السنة أعلن ثورته ونهضته ضد حكمه الظالم خطب الحسين عليه السلام خطبة بأصحابه وبأصحاب الحر وضح فيها دوافع ثورته بعد ما حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلة يعني نفس النهاية نفس العاقبة يكون معه ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير أنا أحق إنسان أن أقوم بتغيير هذا الواقع الباطل والفاسد وعندما رأى الإمام الحسين عليه السلام أن الحكم القائم في زمانه لا يمكن أن يتغير بالوسائل السلمية وأن الدين في خطر وأن الواجب يحتم عليه الذهاب إلى إعلان الثورة ضد الحكم الأموي وإن كان الثمن غاليا لم يتردد عليه السلام في اتخاذ قرار المواجهة وإعلان الثورة وهو القائل لا والله لا أعطيهم بيد إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد أو ولا أفر فرار العبيد وبهذا أوضح لنا الإمام الحسين عليه السلام أن من دوافع ثورته أن من دوافع ثورته ونهضته المباركة هو رفض الظلم ومقاومة الظالمين وبما أننا نحيي ذكر الحسين عليه السلام في هذا المجلس وفي سائر المجالس التي تقام خلال الموسم العاشرائي ولربما يستغرق شهرين من الزمان محرم وصفر إذن علينا أن نجعل عنوان رفض الظلم في حياتنا هو العنوان الأبرز في حركتنا في علاقاتنا الاجتماعية لا الزوج يظلم زوجته ولا الزوجة تظلم زوجها ولا الأم تظلم كنتها ولا غير ذلك من العناوين لأن هذا الظلم مرفوض سواء في إطار ديني في إطار سياسي في إطار إداري في إطار علمي في إطار ثقافي أو في إطار اجتماعي أو أي إطار من الأطر الظلم في حد نفسه أمر مبغوظ ومرفوض وعندما نستذكر دوافع ثورة الحسين عليه السلام والتي منها دافع مواجهة الظلم ومقاومته علينا أن نستلهم من سيرة الحسين هذا الدافع الموجود في تاريخ البشرية وإن كان في صور مختلفة وأشكال متعددة لكن يبقى الظلم هو القاسم المشترك فيها فنكون أبداً ودائماً ضد الظلم والظالمين في كل مناحي الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السلسلة في هذا العام لمدة أسبوع كنا معاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نخرج مجرد معلومات مجرد يعني كلمات أخذناها دون أن تتحول إلى واقع في حياتنا واقع عملي نستفيد منه إن كان ما ذكرته صحيحاً مطابقاً لما يريد الله سبحانه وتعالى فيه فائدة للناس فيه فائدة في العلاقات الاجتماعية فيه فائدة عبادية فيه فائدة أخلاقية نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وإذا أخطأت في شيء وإذا قصرت في شيء أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني ومنكم أن تعذروني لهذا التقصير أو هذا الخطأ أشكركم لحضوركم في هذه الليلة والليالي السابقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائماً على الخير وأن نكون دائماً على خطى الحسين عليه السلام في رفض الباطل والفساد والظلم وأن نكون من المصلحين والصالحين وأن يختم أمورنا إلى خير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صلى على محمد من هناك اشتركوا في القناة